أزمات تواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي قبل انطلاق الموسم الجديد لاعب الفريق الأحمر يطلبون عقد جلسة مع هشام آيت لحل أزمة تأخر المستحقات وتخوف من لجوء اللاعبين للفيفا للشكوى النادي وموقف مثير من رولاني مكوينة تجاه مستحقات اللاعبين أزمة جديدة يعيشها نادي الوداد البيضاوي المغربي في وقت حرج يشهد العمل على تعاقدات جديدة ومدرب جديد يقود الفريق وانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديدة هذه الأزمة تتمثل في المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين مجموعة من لاعب فريق الوداد الرياضي تقدموا بمقترح لعقد اجدماع طارئ مع هشام آيت مينة الرئيس المنتظر المقبل للنادي لمناقشة مصير مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق الأحمر لاعب الوداد لديهم الإصرار على معرفة مصير مستحقاتهم المالية المتمثلة في مقدمات عقودهم ومكافآت المشاركة في مسابقة الدور الإفريقي ومنح الفوز في بعض مباريات الموسم الماضي ببطولة الدور المغربية صحيفة الأخبار المغربية نقلت أنه من المرتقب أن يجري هشام اجتماعاً مع بعض اللاعبين في لائحة الفريق للموسم المقبل للبحث عن حلول لتجنب اللجوئهم إلى غرفة النزاعات بسبب المشاكل التي يعاني منها الفريق أبرزها عقوبة المنع من التعاقدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحتى لا تتفاقم المشكلة ويستمر إيقاف القيدة كما يستعد لاعب الوداد بقيادة مدربه الجنوب الأفريقي رولاني مكوينة للموسم القادم بعد خوض الفحوصات الطبية والبدنية الاعتيادية إضافة إلى إشراف المدرب الجنوب الأفريقي مكوينة على تدريب الفئات العمرية للفريق من أجل انتقاء المواهب الشابة للالتحاق بالفريق الرديف للنادي رغبة في الاعتماد على أبناء مدرسة نادي الوداد مستقبلاً كما دخل نادي الوداد في مفاوضات قوية من أجل التعاقد مع الجناح المهاجم أسامة بوكرا في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية من فريق الترجي التونسي موقع الصباح التونسي قال إن إدارة الترجي التونسي تلقت عرضاً رسمياً من الوداد يسعى من خلاله الفريق الأحمر للتعاقد مع اللاعب وأن العرض الذي تقدمت به إدارة الوداد الرياضي لم يلقى استحساناً عند الترجي الذي اشترط حصوله على مبلغ 200 ألف دولار لبيع عقد لاعبه بوكرا للفريق الأحمر الوداد يواجه منافسة قوية من طرف مجموعة من الأندية التي ترغب في ضم أسامة من بينها الوكرا القطري وأهل طرابلس الليبي والصفاق السي التونسي بالإضافة إلى الرجاء الرياضي كما كشف نادي الوداد البيضاوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حسم ست صفقات الرسمية وأوضح النادي الأحمر أنه سيكشف عن الصفقات الرسمية في الساعات القليلة القادمة حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين بعد انتخابات إدارة النادي الجديدة ووفقاً لموقع كورا فإن رولاني موكوينا أبلغ الرئيس المقبل لنادي الوداد هشام آيت بقبوله بتأخير صرف مستحقاته من أجل سداد مستحقات اللاعبين أولاً وأكد المدرب تقديره للوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي وكان الوداد قد تعاقد منذ تعيين مكونا مع تسع لاعبين دفعة واحدة واقترب آيت منا من تسلم مهام رئاسة الوداد رسمياً بعد انسحاب منافسه الوحيد في الانتخابات سعد الله يسين ترجمة نانسي قنقر